اهلا ورحمة بكم عزيزي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في الحلقة السابقة قد تحدثنا عن لقطة او حديث لأحد زعماء ما يسمى بميليشيا الحشد وكان يتحدث عن مفهوم الدولة ومفهوم هذه الميليشيات للدولة ومفهومها للعراق وقال انه يعني بالنص مثلما تحدثنا في الحلقة السابقة قال من يسأل عن الدولة نحن الدولة ومن يريد الدولة عليه ان يسأل عن حشد نحن الدولة هكذا قال اما رئيس وزارة وزارة معرف منه وزارات اقتصاد تجارة سكان امن داخلية خارجية هذه كلها مجرد ديكور هكذا المفهوم احنا الاساس يعني هم من يقيمون كل شيء وهذا نفس المفهوم الذي يطبق في ايران حرص الثوري الايراني وهم يريدون ان يطبقوا نفس المفهوم في العراق وهم من 2014 وحتى قبل 2014 يعني من عام 2003 هم هذا المشروع في ذهنهم وبدأوا تنفيذه فعليا على الارض في عام 2014 ويستمر لحد الآن عموما في هذه الحلقة نفس الشخص تحدث الى مجموعة منه وطبعا منشور في وسائل التواصل الاجتماعي الى مجموعة من الميليشيات وهم يذهبون يريدون ان يذهبوا الى استعراض الجيش العراقي يوم ستة كانون الثاني في الذكرى 103 لتأسيس هذا الجيش فيتحدث لهم ويقول لهم انتم ستذهبون باعتبارها يعني قائد في هذه الميليشيات افعلوا كذا افعلوا كذا وقال لهم بالنص ما يهمنا قال اقول لكم ان القوات التي تستعرض معكم يقصد القوات الحكومية قوات الجيش قوات الجيش التي ستستعرض معكم القوات التي ستستعرض معكم فقط شغلتها الاستعراض مهمتها فقط الاستعراض كل سنة اذا هم ينظرون الميليشيات تنظر الى هذا الجيش على انه لا شيء القوة الامنية والعسكرية في العراق هي الحشد ولا غيره هكذا هكذا يريده عندما قال احنا الدولة وتحدثنا عن ذلك في الحلقة السابقة الان تأكيد عليها يقول القوات هذه مجرد مهمتها الاستعراض فقط وهي وحتى يضيف حتى لا ينكر بعدين هو نكار يعني قال انا لا دوما انا اشيط بالقوة الامنية واني كذا ونحن من حافظنا على الدولة ونحن يعني انا ما اتكلم ابدا ودائما ارفع من قيمة القوى الامنية وهذا الكلام يعني ما اقبول لانه واضح اللي قاله لانه اكد عليه بجملة اخيرة قال وهو يحدث هؤلاء المجموعة من الميليشيات هذه التي ستستعرض قال هؤلاء مهمتهم فقط او شغلتهم فقط الاستعراض اما انتم فتفعلون كل شيء وانتم تشتغلون كل شيء في هذا البلد اذا واضح هؤلاء مجرد ديكور وانتم الاساس انتم التي تشتغلون كل شيء يعني بيدكم الامن بيدكم العسكرية بيدكم كل شيء انتم بيدكم كل شيء وهؤلاء اذا هذه الميليشيات ليست جزء من القوات الامنية وليست بامرة القادر عام القوات المسلحة هي القوات الامنية وهي القادر عام القوات المسلحة وهي رئيس الوزراء وهي الوزراء وهي الدولة هكذا يقولون وهو ربما اعتذر لانه صار لغط وصار حديث ربما قالوا له يعني موقت هنت هذا حديثك احنا نعرف هذا توجهنا وهذه وهذه بس انت استعجلت ربما وتحدثت في هذا الموضوع او ماكو داعي يتحدث عمليا هو هذا الموجود ماكو داعي ينثير لان وزير الدفاع قالوا انه يعني رفع قضية في المحاكم ضد هذا هذا الشخص لانه يسخر من الجيش ويقول انه مهمته فقط باستعراض والداولة والكثيرين هذا الحديث لذلك يعني ارادوا انه فهو خرج مرة اخرى وقال انا ما اقصد القوى الامنية انا دائما نمدح بيها وهي كذا ونحن جزء منها وهي كذا وكلام غير مقبول فعندما تدعي تنظيمات ميليشياوية ميليشيات وعصابات انها من الدولة وهي في كل نشاطاتها كل اهدافها تريد ان تنال من الدولة وتسقط الهوية الجامعة للدولة وترفع هويتها الاساسية الفرعية وتقول هي الهوية الوحيدة التي يجب ان تتمسك بها واذا كانت من هناك من هوية جامعة فهي هوية هذه الميليشيات وليس هوية العراق نحن العراق ونحن الدولة هكذا يقولون عندما تكون هناك تنظيمات مثل هذه الميليشيات وعصابات تحدث بهذا الشكل والدولة ساكتة الحكومة ساكتة وربما تعطي ومو ربما واقع الحال تعطي وتقدم المسوّغات والاعذار عنها فان الصور عند ذلك في العراق كالآتي ان العراق بلا دولة ومن يتحدث عن دولة في العراق هو واهم ليس هناك دولة في العراق لانه ماكو بلد بالدنيا تحكم رؤوس عديدة واضعف رئيس فيها هي رئيس الحكومة لانها تابعة لقوة اخرى هي المتحكمة فيها وهي من تطرق على رأسها وعلى الحكومة تستجيب لكل هذه الرؤوس هذا ما يحصل في العراق وهذا طبعا يعرف الأمريكان يعرف البريطانيين تعرف الفرنسيين يعرفوا كل من كل من اشتركوا في جريمة احتلال العراق وتدمير العراق ومجيء هؤلاء لحكم العراق يعرفوا كل هذا يعرفون ان لا دولة في العراق السفير الأمريكية تعرف ومم المتحدة بالاسخار تعرف والسفير البريطاني يعرفوا السفير الفرنسي يعرفوا كل سفراء الاتحاد الأوروبي كلهم يعرفون وحتى السفراء العرب والحكومات العربية يعرفون هذه الحقيقة انه في العراق اكثر مبايز انت حتى حتى تؤسس مشروع انت ما تذهب للحكومة اذا ذهبت للحكومة قد يفعش يوله لك انت اخذ موافقة الميليشيات اخذ موافقة حزب من احزاب الميليشيات اذا موافقة وقبل بها واخذ المعلوم المشروع كيمشي ويوحمه اما اذا ذهبت للحكومة ووهؤلاء لا يعرفون سيفشل هذا المشروع وهذا ما حصل لك كثيرا آلاف المشاريع وراح تفلوسهم الصورة اذا واضحة جدا العراق بلا دولة والميليشيات ميليشيات الحشد هي من تتحكم وهي ليست لها علاقة بالدولة ولا بالعراق لا من قريب ولا من بعيد هي تأخذ عوامرها من ايران وهي ذراع ايراني وتتبع ايران والتوجهات الايرانية والسياسة الايرانية وتوجهاتها واهدافها هي من تخدم اما حديث اخر عن وطنية ومعرف منه وعن تريات هذه غير مقبولة واقع الحال يكذب هذا هذا ليس يعني ليست دعاء هذا واقع حال من يريد ان يتأكد منه واضحة امان الصورة لكن من ينكر عليه ان يستطيع ان يقدم ادلة الانكار هذا الموضوع هذا واضح جدا هذه التصرفات واضحة جدا والاقوال واضحة جدا والتوجهات واضحة جدا والانتماءات واضحة جدا فبالتالي هذا هو العراق هل فيه دولة ومن يحكم العراق يعني هل العراق هل يقررون هل يقبلون باستمرار هذا الوضع بهذا الشكل هل يقبلون بان نكون ضيعة تابعة ليران والميليشيات تتحكم بنا بهذا الشكل تتحكم بهذا البلد العظيم بتاريخه بكل تراثه طول عمره تاريخ الطويل نعم احتلتنا احتلونا الفرس الصفويين احتلونا اكثر من مرة ربما لكن احتلال بجيش ودخلوا لكن لكن بقينا نقاوم بقي العراقي قاوم وتخلص من عتم ورجع إلى إلى مسيرته أما أن يتغولوا ويسيطروا على كل شيء ويحكموا باسم العراق والوطنية هذه هذه كذبة كبيرة هذه لم تحدث وعلى الشعب العراقي أن يتخذ قراره في هذا الموضوع وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين نتركهم بخير وانتقيكم في حلقة واخرى لذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا لكم